الخطوط الملكية المغربية توضح بخصوص برمجة رحلات إلى الجزائر بعدما جرت ذاو الأخبار حول برمجة شركة الخطوط الملكية المغربية لران لرحلات جوية متجهة إلى الجزائر ابتداء من شهر أكتوبر المقبل أوضحت الشركة المغربية أن الأمر يتعلق بخطوة تقنية تسهدف الحفاظ على البيانات والاستمرارية للرحلات الجوية بين المغرب والجزائر حتى فضل استمرار إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام طيران القادم من المغرب وأكدت شركة لرام أنها قامت فعلا ببرمجة رحلات جوية من مدينة الضرب البيضاء إلى العاصمة الجزائرية ابتداء من 3 أكتوبر المقبل وذلك كجزء من التدابير التقنية للحفاظ على استمرارية الخدمة الجوية مع الجزائر ومنعها من الاختفاء تماما من الأنظمة الملاحة وجدير بالذكر أن مصادر مختصة في مجال النقل الجوي أكدت سابقا أن حركة الملاحة بين المغرب والجزائر ستشهد عودة إلى طبيعتها إذا قامت الخطوط الملكية ببرمجة رحلات من الضرب البيضاء إلى العاصمة الجزائرية من 30 أكتوبر المقبل وعلى الرغم من ذلك لم يتم التوضيح ما إذا كانت هذه الخطوة تأتي ضمن إجراء روتيني مسبق اتبعه المغرب والجزائر بعد إغلاق الجارة الشرقية لمجالها الجوية اشتركوا في القناة